صباح الخير عليكم يا مجتمع الجيمر نزل معنا التحديث الجديد لفورتنايت اللي هو 12.50 باحجام التالي الاكس بوكس 1.94 والبلاستيشن فورد 2.52 يا حرام بلاستيشن فورد دائما هي اعلى شيء من مظلومة والبي سي 1.35 جيجا بايت هاي التحديثات كلها بالنسبة ل 12.50 ولح احكي لكم كمان بعض الاشياء والاستايلات الجديدة للسكنات وتسريب اسكنات ولح احكي لكم كمان عن تحديات جديدة لح ترفع معك اكس بي وطور جديد نازل لفورتنايت فاذا انت اول مرة عند تشاهد الفيديو على القناة يارت تشترك وتفعيل زر الجرس وحط لايك للفيديو وكتوب كومنت حلو وشارك هذا الفيديو مع اصدقائك مشان تفيدني اكثر ويزيد الدعم عندي بالقناة لو انت حابب المحتوى ولا تنسى تشترك وتفعيل زر الجرس لانه 95% من الناس اللي عم تشاهد لاعم تشترك ولاعم تدعم بلايك فابتمنى منكم تدعموني فيلا مع بعض نشوفوا الاشياء ومشاهدة ممتعة متن ما بنعرف هذا الاسكن اللي احنا حكينا عليه قبل بالتسريبات انه راح ينزل هذا الاسكن لا هو من الوكالة تبع ولا هو من وكالة الشادو هذا عبارة عن جاسوس جديد نازل باللعبة هذا الاسكن نزل معنا بملفات اللعبة حاليا هو موجود هلا باللعبة 100% ملفاته موجودة باللعبة هذا الاسكن اللي حينزل بستايلين واحد من نظارات واحد من غير نظارات ولحينزل له رأسة خاصة فيه وخليني هلأ وارجيكم هدول الصورتين هدول الصورتين للاسكنات اللي فتحوا معنا بس الشي الوحيد اللي انا لفت نظري اكتر شي الاسكن الاصفر اللي هو باسم يالو الجاكت هذا الاسكن اللي حينزل بشكل حزمة بخمسة دولار متل ما متعودين على حزمات الخمسة دولار لكل اياتا هيا صورة الحزمة اللي حينزل هادا هو الاسكن الاصفر معه بيكاكس صفره ومعه الفي باكس اللي هن ال 500 متل كل حزمة متعودين عليها هده يكلب نكون حكينا اول اسكنين مهمين معنا وخلين نحكي كمان عن الاسكنين تانين او اربع اسكنات تانين يلي هن نزل لهم ستايل تاني يلي ظاهرين امامكم سكن هاي البنت والشاب تبعه نزل لهم ستايلات اضافية اللي هن صفر ملونين وفيه عنكم هادا السكن نزل له كمان ستايل اضافي وفيه عنكم السكن اللي هو شبه هاد كمان نزل له سكن اضافي يعني هدول هن هن كل شيء اضافات بالنسبة للستايلات الخاصة بالسكن وهلا انا نحقارضلكم فيديو عن السكنات اللي فتحت معنا وهي الصور اللي كلها اياتا فتحت معنا مع الاموت وان شاء الله انا نزل لكم فيديو منفصل بيورجيكم كل الاموت او كل الرأسات والبيكاكس الخاصة فيهم يلي تم فتحهم باللعبة فهلا هترككم مع مقطع صغير بورجيكم كل الاسكنات اللي فتحت باللعبة اشتركوا في القناة مطل ما شفت هدول هن الاسكنات اللي فتحهم معنا عددون كتير بسيط ومو كتير بس هل لا خليني احكي لكم عن الشيء المهم قبل ما ففوت عفوا بالشيء المهم كمان نزل شبيكاكس الخاص باورا والاغلادر الخاصة باورا هدول ثلاث اشياء وهي كل شي معنا بالنسبة للستايلات هلا خلينا نفوت بالشي المهم اللي معنا يلي هنن هدول الثلاث صور اللي زاهرين عمامكن هدول ثلاث صور اصدقائي تلعوا بملفات اللعبة عبارة عن بوسترات جديدة بس هل هنن تشويق للسيزن الجديد ولا لا في شغلية اللي هي صورة القرش انا حكيت في فيديو سابق عن التسريبات تبع السيزن الثالث انه لحيكون فيه قرش سمك قرش بالمي ولحنقدر نسبح تحت المي هاي يمكن نقطة انا ما ذكرتها بالفيديو السابق بس هاي بالتسريبات نزلت معنا انه لحنقدر نسبح بالمي ولحنقدر نغوص تحت المي مثل بحفلة ترافيس كوت بالضبط وقالوا بالتسريب انه لحيكون فيه قرش تحت هل انت بتقدر يكون هو على شكل قرش وتتعلق فيه مثل غواصة وتقدر تمشي فيه بسرعة او لحيهجم عليك ويدمجك فبعدا مننا بهذا التحديث بالضبط نزل معنا هاي الصورة هاي الصورة كافية انه لحنا تقريبا نسبت كلامنا بنسبة تسعين بالمية اذا لحيكون فيه قرش بالمي او لحيكون قرش بيدمجك او بيقرب عليك وبيحاول يدمج او يقض او بتقدر تتحكم فيه وتسبح تحت المي وقت ضغوص ويكون مثل مثل العاب التاني البطل رويل اللي انت بتقدر تسبح تحت المي وبيكون اليك وقت محدد لحتى تقدر تطلع تاخد نفس لحد الان هدول ثلاث صورة يطلعوا معنا هدول البوسترات يا اما يكونوا بوسترات تشويقية للسيزن الجديد يا اما شغلتهم شغلة تانية لحد الان ممعروفين وفي معنا هاي الصورة كمان ظهرت معنا بملفات اللعبة او هاي الخريطة بشكل عام هاي الخريطة اصدقائي اللي حتنزل معنا بمود خاص باسم البارتي رويل هذا المود اللي حيكون ما فيه لا اسلحة ولا بناء يمكن ولا اي شي ممكن يكون فيه بناء بس اهم شي بهذا المود او بهاي الخريطة اللي حيصير فيه الفن انه لحتكون عبارة عن قفز والعاب واشياء تانية وقوارب وشغلات كتير هيك لحتكون فمتوقع هاد المود ينزل معنا باسم البارتي رويل او هو هيك اسمه بلفات اللعبة ممكن ينزل معنا بالفترة الجاية هاي عبارة عن انه متن ما حقيت لكم مجرد قفز ولعب وهيك وضرب بالطماطم واشياء تانية دليل على هاد الشي انك الاسلحة الجديدة اللي نزلوا معنا اللي ظاهرين امامكم بالصورة هادول الاسلحة يا شباب لحد الام مو معروفة شو شغلتون بس في عنا هادول الاسلاحين اللي فوق على اليمين اللي هين اللانشر هادول المعروفين هادول نزل معنا ملفات اللعبة بس بشكل ملور متل مظاهر امامكم بالصورة وفي مثل اناني بيكون فيها اناني الوان او هيك وفيه طماطم وبرجر واشياء تانية بتقدر تاخدها هادول اسلحة وقنابل هادول تمت اضافتهم معنا بملفات اللعبة ولي حيكونوا خاصين بهذا المود تقريبا لانه هاد المود لحيكون ما في اسلحة بس هالاصل سيضرب الوان ومزح وفن وهيك يعني فهدول اللي حيكونوا لهذا الطور او لهذا المود يعني فعيكنا احنا بنكون ورجدكم الاسلحة اللي نزلوا معنا وحكيت لكم عن المود الجديد اللي نزل معنا او اللي حينزل معنا ان شاء الله وفيه شغلة تانية اللي هي كمان هاي الصورة طبعا هاي الصور انت لاح تجد تشوفها تقول اوف اي شو ها اللي حمار هاد شو هاد الشي اللي عم يعملوا هاي تحديات لح تكون معنا تحديات جديدة باللعبة مت مظاهر امامكم الصورة كتير طويلة وكتير فيه تحديات انا هلأ ما لاح اقدر احكي لكم عننا اي شي بس احكي لكم نظرة سريعة او شي سريع بسيط عن هدول التحديات هدول التحديات لح يكون عبارة كل تحدي لح يتقسم على ثلاث تحديات مثلا يعني انه اول تحدي لح يكون معنا انه انت تنزل تفتح خمس شيستات بمنطقة مثلا فرينزي تاني تحدي لح يكون تنزل تفتح حشر شيستات بمنطقة فرينزي التالي التحدي لح يكون معنا انك انت تنزل تفتح ثلاثين شيست بمنطقة فرينزي هيك انت بتكون خلصت التحدي الاول كل تحدي مطلوب منه ثلاث أجزاء وكل تحدي لحيعطيك خمسة وخمسين ألف اكس بي شايفين يعني انه كل تحدي لحيعطيه خمسة وخمسين ألف اكس بي فالصراحة بتستاهل هذا التحدي كل تحدي بيعطيه خمسة وخمسين ألف اكس بي ولما أنت تاخد لخمسة وخمسين ألف اكس بي باح تضربها بعشرة وشوف بها قديش بيطلع معك اكس بي حسبها انت اللي على الآلة الحاسبة وكليب تحت بالكومنت انا ما لا حدي رح سبه لاني نعسان كتير فبس هذا هو مقطعنا اليوم كل شي فيه وكل شي اشياء جديدة نزلت فيه. بالنسبة لتحديات وستايلات وسكنات والطور الجديدة اللي جاي معنا للعبة. فانت لو عجبك الفيديو اول مرة تشاهدوا عندي على القناة. يا ريت تشترك وتفعيل زر الجرس. حط لايك للفيديو حلو. وكل الدعم بالايتم شوب نيموت الساب. ولا تنسى تشارك الفيديو مع اصدقائك لحتى يكونوا عرفانين كل التسريبات الجديدة باللعبة. فشكرا الى اكزا وصلت لاخر المقطع وبرعاية الله.